الله سبحانه وتعالى إذا يغضب على أي بلدة وما يعذبها يعني يغضب على هاي البلدة ولازم يعذبها بس ما يعذبها إيش راح يصير؟ أكو بديل راح يصير؟ يعني شون راح يغفر لهم؟ راح يتركهم؟ لو لا بما أنه ما يعذبهم؟ شون البديل الراح يسوي؟ شون البدائل الراح تصير؟ خلينا نسمع هذا الكلام من أهل البيت عليه وسلام وإلا ماكو غيرهم يعرف يسولف مثلهم الإمام عليه عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غضب الله عز وجل على بلدة ولم ينزل بها العذاب غضب على هاي البلدة وما نزل بها العذاب والآن تعالوا خلي نشوف الكلام اللي راح يصير ونطبقه مو بس علينا على كل الكرة الأرضية كلها مبتلية بها البلاء هذا غلت أسعارها هذا واحد وقصرت أعمارها صايرات كلهم صايرات كلهم صايرات الآن بالدفرات يا الله بنادم يعيش له 60-70 سنة بالدفرات زين وإلا قبل الأعمار أطول شانت وسئلوا أهلكم زين والأسعار شوفت عينكم وشوانها ولم تربح تجارها بعد ولم تسكو أثمارها صار الثمر كل نفس الشي تاكل البرتقالة بالصيف وبالشتة والتفاحة بالصيف وبالشتة والمو والطعم كلها واحد أبدا لا طعمها كلها نفس الشي وماكو بركة البركة طايرة بعد ولم تغزر أنهارها أخذ لك جولة طلع بسيارتك وبايسيكلك بدراجتك وبالله خذ لك جولة على النهار شوفوا شلون الماء منسوب المياه شلون عدنه زين وحبس عنها أمطارها الشتة هسه مو مثل قبل أنت لحقت وأنا لحقت وأي ناس لحقوا وشافوا قبل شلون كان المطار الشتة شتة والصيف صيف هسه يطبس الشتة ويطلع زين من ما طرتلها كم مرة وحتى ما بيين شتة عدنه زين وصلط عليها شرارها وشلون هسه يحكمونه ما شاء الله عين الباردة عليهم إن شاء الله هذا الكلام كله صاير لو بعده إذا صاير نستجيره بالله وإذا ما صاير في الله إحنا سونا نقدمنا نفد منشورات قدمنا فد بضاعة للأزمنة القادمة اللي بعد مدرج قد بعد ألف سنة راح يصير هذا الحاجة حتى يقولون ألف سنة ذولي هالشكل حاجة مقدمين الأمور ليه قدام قايلينها عم كلها استصائر والله كلها استصائر الكلام من كتاب ثواب العمال وعقاب العمال صفحة 280 عقاب من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودمتم بخير والله يحفظكم إن شاء الله والصفحة قلنا 280 وفي أمان الله